طيب نروح لمعاملة تانية كده خاصة بالري في الفترة دي أنا المفترض أعمل إيه علشان أضمن لسه التزهير يكون بطريقة جيدة والري ما يأثرش غير يأثر إيجابة على الزرع أستأذن حضرتك بس بعد قبل أن نتكلم في الري عن عن تنويه مهم جدا في الأيام دي هو إن أنا آآ يعني بقدر الإمكان أحاول آآ أدي للمزارع آآ دورة نماتودة آآ وبعدها دورة عفن اللي خاصة بالتربة وبعدها دورة ملاش الجدور تمام ونيرجع تاني ونتكلم آآ التحليلات الزراعية يا جماعة التحليلات الزراعية حال التربة والماء مهم جدا إن أنا في بداية كل موسم أخذ عينة عندي من التربة وعينة من النباة ورحها الليلة أشوف فالنماتودة أشوف أنواع النماتودة اللي موجودة طيب الإصابة هل هي ضعيفة ولا شديدة ولا متوسطة المعمل بيقول بيدي تقرير بيقول فيه عن أنواع النماتودة والإصابة والكلام ده كل ده لابد أن أنا أكون التحليلات دي عيني اللي بشوف بيها بعد ما ندي دورة النماتودة لو أنا لجيت إصابة النماتودة ده استدعي المقامة لابد أقاومها بعد كده بدي دورة مطهر جدور بعد النماتودة مبشرة وبعد كده بدي منشط الجدور بالترتيب ده بالترتيب ده طيب لو عندي ملوحة في ماء الري دي برضو من النقاط المهمة جدا إنني لو عندي ملوحة في ماء الري لابد أن أنا أخد بالي أني آل موالح ممكن تستحمل لحد ألف بي بي ام مؤثرش عن إنتاج ما فيش مشكلة لكن المبادات اللي أنا هرش بيها أو اللي أنا هسحبها في الأرض لو حطيتها في محلول ألف بي بي ام هيأثر بنسبة كبيرة على كفائتها وعلى شغلها فناخد بالي كويس جدا لو أنا مثلا عندي الماء بتاعتي تسعمائة بي بي ام أو ألف بي بي ام لابد أن أنا أعالج ملوحة أو قبل ما نحط دورة النماتودة دورة النماتودة دي فلوس كتير تندفع فيها فلوس كتير فلابد أن أنا هيأ الأرض تهيئة كويسة برضو نرجع نحلل الماء ونشوف مصدر الملوحة فيها إيه وبنان على مصدر الملوحة بنحدد العلاج